اشتركوا في القناة قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم الدعاء مخ العبادة الدعاء إظهار الحاجة والفقر والعجز إلى القوي القادر الذي يمكن أن يسد حاجة الإنسان وهو الله عز وجل من هنا ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن يستشعر بفقره يستشعر بحاجته يستشعر بعجزه ويشعر أن الله عز وجل غني قادر وأن الله كريم وأن الله جواد وأن الله معطي وأن الله عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد وأنه عنده حسني ظني عبدي به الدعاء يحتاج يأنس الإنسان به ويعتاد عليه وهي ثقافة مثل ما الإنسان يتعلم على المطالعة مثل ما الإنسان يتعلم على المتابعة لأشياء معينة كذلك الدعاء ثقافة وعادة يعتاد عليها الإنسان من هنا إذا كان الإنسان كثير الدعاء منقطعا في دعائه إلى الله عز وجل شيئا فشيئا يحصل في نفسه أنس بالدعاء ويحصل عنده حضور قلب ويشعر أنه يخاطب من هو حاضر وليس غائب فهو أقرب إلينا من حبل الوريد جل وعلا ويقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليك من نفسك يحول بين المرء وقلبه فإذا كان قريب إذن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه إذن ادعوني أستجب لكم ولكن تارى الدعاء باللسان لقلقة وتارى الدعاء بالوجدان وتارى الدعاء اضطرارا إلى الله عز وجل وتارى الدعاء يكون مع الاستحقاق والاستعداد الكامل لنيل الفيض الإلهي وهذا الذي لا يرد وهذا هو الذي يستجاب أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء اللهم وفقنا للدعاء وفقنا للمناجات ووفقنا في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان لما تحب وترضى إنك سميع الدعاء قريب مجيب اشتركوا في القناة